القرارات النيابية بحق إقليم كردستان والنواب الكرد ومشاركتهم في جلسات مجلس النواب أخذت حيزاً في المؤتمرات داخل قبة البرلمان رئيس المجلس سليم الجبوري أكد أن هذه القرارات التي حملت فيها أبعاداً اقتصادية لا تمثل عقوبة جماعية تطال الشعب الكردي أو التضييق على توفير الحاجات الضرورية إنما تمثل دعماً لصلاحيات الحكومة والحفاظ على الدستور حينما يتخذ البرلمان العراقي قرارات سواء بالبعد الاقتصادي أو البعد الاجتماعي يكون ولن يكون في يوم ما القصد منها توجيه العقوبة الجماعية نحن ضد العقوبات الجماعية ونرفضها بشكل واضح وإنما نتحدث عن صلاحيات اتحادية وعن دعم للحكومة وعن مسارات نحافظ فيها على وحدة العراق وعلى أمنة واستقرارها أما نواب عن دولة القانون فأسفوا على كلمة الجبوري وقالوا إنها تمثل رغبات وأهواء هيئة الرئاسة وليس الكثير من النواب أنا سمعت المؤتمر الصحفي وأتأسف لهذا المؤتمر الصحفي مع احتراماتي لما قيل فيه لكن لدي نقاط نظام كبيرة وكثيرة جداً لأن ما تكلم به السيد رئيس مجلس النواب العراقي هو تطلعات شخصية لهيئة الرئاسة والكتل السياسية وبعيداً عن تطلعات المئة واثنين نائب الموقعين لهذا اليوم وفي شأن آخر يتعلق بملفات أمنية وإنسانية أوضح نواب عن القائمة الوطنية استمرار التجاوزات والاعتقالة بحق الأبرياء في مناطق العاصمة نتيجة المخبر السري وانتزال اعترافة قصراً فيما كشف نواب عن نينوى وجود معاناة انتقال المواطنين بين جانبي الأيمن والأيسر للموصل نطالب الجهات المختصة إيقاف قطار قطاف الأنفس فالكل بات يعلم أن العديد من هذه الأرواح إنما اعتقلت وزهقت بوشاية المخبر السري على مسافة أكثر من 60 كيلومتر بين ضفتين نهر للجانب الأيمن والجانب الأيسر هناك جسر عائم واحد فقط والذي يريد أن يعبر من الضفة اليمنى إلى الضفة اليسرى يحتاج إلى أكثر من خمسة ساعات لعبور هذا الجسر زياد نهادة الحرة بغداد